اول حاجة هتعملها كده بعد ما تذكر اللي هو صال الله عنها بعد جيب كيس خميرة وتنزل بيه في شوية مية دافل دي كده هنجيب دي امح الحبة الكاملة وننزل عليه كده بالمية اللي عملناها بالخميرة وعليها رشة سكر ضايت ورشة ملح وبعد كده نقلب الكلام ده كله في بعضه ونسيبه كده على جنب الغاية بما يخمر وياخد راحته خالص بعد كده نقطع منها كده مية جرام بالزبط ونبلق دينا كده بشوية زيت ونفرد العجينة بالشكل ده بعد كده ننقلها كده في اي طوصة عندنا او اي صانية تكون واسعة بالشكل ده وننزل كده بتمر مية كان وزناها بالزبط كده خمسين جرام وبعد كده رشيت عليها بقى المية جرام الصدوق ده يا باشا بس بعد ما قطعته وبعد كده دخلتها الفرن بقى تاخد وش كده قبل ما نحط المنزر اللي عليها من فوق بتعلي نظرك كده بتفاصيل الصدوق على التماطم والعجينة كده محتوطة من تحتهم قرمشة بعد كده جبت متين وخمسين جرام من المونزر الله الطبيعي اللايت زعتها بالشكل دوت وهندخلها بقى كده تاخد وش كده تحت الشوية لغاية ما المونزر الله ما تسيح بشكلها بقى باشا كده بعد المساحت تركز معي في التفاصيل كده علشان هقولك دلوقتي على السعرات الحرارية اللي موجودة في البيتزا دي كام بس بتتقطع بسهولة ازاي دليل ان العجينة مش نشفى وان العجينة كانت طرية جدا ومستوية قوي معايا لك عن تتخيل ان السلايز الواحد ده 119 كالوري بس و7 جرام بروتي 10 كارب و5 دهون بس وبجد كانت عمها طحفة انصحكم كلكم انكم تجربوها لانها صحية جدا ومفيدة قوي وصعرتها كمان قليلة